اشتركوا في القناة الفرق دائما يأتي في تأويل الواقع حقوقي أو حدث حقوقي ربما حدث ليس حقوقي تأويله لأسباب سياسية خصوصا بسبب الوضع السياسي القايم أو النزاع المفتعل في هذه الأقاليم والذي يطرح أحيانا تساؤلات ويطرح أحيانا نظرة معينة لهذا الواقع أما من حيث الواقع الحقوقي كيف قلت بأن ولن أكيد أننا في اللجنة الجهوية ولا في المجلس الوطني وحقوق الإنسان ننظر إلى حقوق الإنسان في شموليتها يعني ذلك العمل التجزيئي لحقوق الإنسان أصلا حقوق الإنسان من مبادئها هي الشمولية وعدم قابلية للتجزيئ ولذلك نعرف بأن المجالات التي اشتغلنا عليها ولازمنا نشتغل عليها هي مجالات حقوق الإنسان وجه الحقوق الإنسان بصفة عامة يعني سواء كانت حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية اليوم الحقوق الاقتصادية واجتماعية والثقافية والبيئية تطرح بقوة أكثر مما تطرح حقوق أخرى لأن ربما على المستوى القضائي كسبنا رهان إحقاق الحقوق الأخرى مرتبطة بالحريات ومرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية وأصبح لدينا قضايا تعاطى مع هذه الحقوق يعني بمهنية وبنزاهة وبشفافية لكن الحقوق الصادية واجتماعية لازالت تطرح تحديات كبرى على المستوى الجهوي والمستوى الوطني وهي تطرح نفس تحديات على المستوى العالمي على اعتبار أن الحقوق الصادية واجتماعية يعني مرهونة بإمكانيات الدول وقدراتها وعلى مستوى الجهوي أيضا في بلد تبنى الجهوية إمكانيات الجهوية منين نتكلمه مثلا على وهذا يعني رهان المجلس الوطني للحقوق إنسان يعني في هذه الولايات وهو فعلية الحق وتتبعها والذلك لدينا مثلا في اللجنة الجهوية لجنة دائمة خاصة مهمتها هي تتبع فعلية الحقوق من خلال يعني دراسة البرامج الجهوية والسياسات العمومية على المستوى الجهوي ومعرفة مدى تبنيها أولا لمقاربات حقوق الإنسان ومدى تمكنها من إحقاق هذه الفعلية لكل مواطنات والمواطنين بدون تمييز وطبيعة الحال بأي شكل منها أشكال تمييز أكيد أن هذه الحقوق لا زالت تطرح هناك تفاوتات في الوصول إليها يعني إذا اعتمدنا على المؤشرات الواردة يعني في الإحصاء الأخير للسكان والسكنة هو إحصاء 2014 فالمؤشرات مرتبطة بالحق في التعليم والحق مثلا في الولوج إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب وطرقات إلى غير ذلك لدينا أعلى المؤشرات على المستوى الوطني يعني أعلى المؤشرات نسبة الولوج كبيرة جدا أحيانا تصل إلى 98% مثلا إلى الولوج إلى التعليم مثلا في التعليم الأساسي لكن لازلت وطرح قضية جودة هذا التعليم المآلات التي يعني يوصل إليه هذا التعليم يجب القرار أيضا أن هناك عمل لازل مستمر من أجل حل هذه المؤشرات المرتبطة بالجودة لدينا جامعة أو نواة جامعية تتشكل اليوم يعني المدرسة العليا للتكنولوجيا كلية الطب التي افتتحت مؤخرا فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التي سيفتتح بفهم الواد هناك يعني عمل من أجل التغلب على قضية الجودة وحل مشكل مآلات ما بعد الباكالوريا لأنه كان مشكل للناس الذين يحصلون على الباكالوريا والولوج إلى التعليم العالي خصوصا لإناث لكان جزء منهم يغادر التعليم ويبقى في منازلهم بالأكيد أننا نتتبع هذه الحركات هو أي أحداث ترتبط بالاحتجاج هو الاحتجاج حق من حق الإنسان أكيد أنه كان تقييده في فترة كوفيد بسبب الجائحة بشكل كبير ولكن هو مخاضع للقوانين ونحن نتتبع الاحتجاجات فيها جزء يتم تتبعها من طرف اللجنة ولا تكون فيها مشاكل كبيرة خصوصا أن نسبة الاحتجاج أولا لإعلان عن هذا الاحتجاج حسب ما تقضيه يعني ظهر الحريات لا يتم عموما يعني بصفة عامة تقوم بعملية مسيرة أو وقفة خاصة تقدير تصريح يعني بنسبة كبيرة جدا من يبغي أن أعطي نسبة بالأرقام ولكن نسبة كبيرة جدا لا يتم القيام بهذا العمل على الصعيد الجهوي وربما حتى على الصعيد الوطني ونسبة كبيرة أيضا من التدخلات لمنع هذه الاحتجاجات التي تكون بطريقة يعني لم تحترم الإجراءات المتبعة تتم بطريقة عادية وسلسة وسلمية وليكون فيها تدخل أمني من أجل فك هذه الاحتجاجات أحداث معينة وقع فيها يعني استعمال عنف هي مثلا ما يسمى بالأحداث التي كانت وقعت بعد مباراة لكرة القدم نهاية 2019 هذه أحداث وتم استعمال قاصرين وأطفال في هذه الاحتجاجات والتي تتطلب من لجنة أولا التدخل لتجميع المعطيات ولكن أيضا لضمان المحاكمات تتبع محاكمات لضمان توفر شروط المحاكمة العادلة فيها وأيضا حل القضايا التي يمكن حلها على اعتبار أن من اختصاصات اللجنة أيضا أنها الوساطة ونزع فتيل كل ما من شأنه أن يعطي مقدمة لانتهاكات أخرى أو توترات اجتماعية أخرى لأن التوتر يجلب توتر آخر وقد يجلب انتهاكات إلى غير ذلك وبالتالي يعني في قضايا كيف هذه تقوم اللجنة بمجموعة من الوساطات من أجل حل ما يمكن حله بدون قبل اللجوء إلى القضاء وعندما يتم اللجوء إلى القضاء اللجنة أيضا تستتبع مدى توفر شروط المحاكمة العادلة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر